فصل في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الكريم على أحياء العرب في مواسم الحج أن يؤوه وينصروه ويمنعه ممن خالفه وكذبه فلم يجبه أحد منهم لما ذخره الله للأنصار من الكرامة العظيمة رضي الله عنه قال ابن سحاق ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه إلا قليلا مستضعفين ممن آمن به فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم إذا كانت على قبائل العرب يدعوه من الله عز وجل ويخبرهم أنه نبي مرسل ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين عن الله ما بعثه به انتهى الصوت كل هذا ابراهيم انك طاعدة ليه ما معك ما أكسناك شفت قفل عندي كذا الصوت خلاص تمام تمام قال ابن سحاق فحدثني من أصحابنا من لا أتهم عن زيد بن أسلام عن ربيعة إلى آخر الإسناد حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال سميح ربيعة بن عباد يحدثها بي قال إني لغلام شاب معا بميناء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على منازل قبائل من العرب فيقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأندات وأن تؤمنوا به وتصدقوا به وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به قال وخلفه رجل أحوال وضيء له غديرتان عليه حلة عدنية فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وما دعا إليه قال ذلك الرجل يا بني فلان إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلقوا لا تهو العزة من عناقكم وحلفائكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوا ولا تسمعوا منه قال فقلت لأبي يا أبتي من هذا الرجل الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول قال هذا عمه عبد العزة بن عبد المطلب أبو لهاب لا حوله وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن إبراهيم بن أبي العباس إلى آخر الإسناد أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديلي وكان جاهليا فأسلم قال رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاس وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحه والناس مجتمعون عليه وراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب سألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب ورواه البيهق من طريق محمد عبد الله الأنصاري إلى آخر الإسناد عن ربيعة الدؤلي رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتبع الناس في منازرهم يدعوه إلى الله وراءه رجل أحول تاقيد وجنتاه وهو يقول أيها الناس لا يغرر لكم هذا عن دينكم ودين أبائكم قلت من هذا؟ قالوا هذا أبو لهب وكذا رواه أبو نعيم في الدلائل من طريق ابن أبي ذئب وسعيد بن سلام بن أبي الحسام كلاهما محمد بن كذر به نحوه ثم رواه البيهقي من طريق شعبة بن أشعث عن سليم الرجل من كنانة قال رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله الله تبلحه وإذا رجل خلفه يسفي عليه الترى فإذا هو أبو جهل وإذا هو يقول يا أيها الناس لا يغرر لكم هذا عن دينكم وإنما يريد أن تتركوا لبادة الله اللات والعزة كذا قال في السياق أبو جهل وقد يكون وهما ويحتمن أن يكون تارة يكون كذا وتارة يكون كذا وأنهما كانا يتناوبا على إذائه صلى الله عليه وسلم قال ابن أسحاب وحدثني ابن الشهاب الزهري أنه صلى الله عليه وسلم أتى كندة في منازرهم وفيهم سييد لهم قال له موليه فدعاه من الله عز وجل وعرض عليهم نفسه وفأبوا عليه قال ابن إسحاب وعدثني محمد عبد الرحمن بنفسه إنه أتى كلبا في منازلهم إلى بطن منهم قال له بن عبد الله فدعاه من الله وعرض عليه نفسه حتى إنه لا يقول يا بني عبد الله إلا الله قد أحسنى اسم أبيكم فلم يقبلوا منهما عرض عليهم وحدثنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن كاب ومعلكا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتابني حنيفة في منازلهم فدعاه من الله وعرض عليهم نفسه فلم يكن أحد من العرب أقبح ردا عليه منهم وحدثني الزهري أنه أتابني عامر بن صعصا فدعاه من الله وعرض عليهم نفسه فقال له رجل منهم قال له بيحارة بن فراس والله إني أخدت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب ثم قال له أرأيت إن نحن تبعناك يقول والله لو أني أخدت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب ثم قال له أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أضرك الله على من يخالبك يكون لنا الأمر من بعد قال الأمر لله يضعب حيث يشاء قال فقال له فنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك فأبع عليه فلما صدر الناس رجعت بن عامر لأشيخ الله قد كان يدركه السن حتى لا يقدر أن يوافي معه المواسم فكانوا إذا رجعوا له حدثوا بما يكون في ذلك الموسن فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسن فقالوا جاء نفتى من قريش ثم أحد بني عبد المطريب سبحانه نبي يدعون إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلاد قال فوضع الشيخ يدعى الرأس ثم قال يا بني عامر هل لها من تلاف هل لذنابها من مطلب يقول هل لها من تلاف أي تلاف أي تدارك وقولها لذنابها من مطلب مثل ضرب لما فاته منها والذي نفسه فلان بيده ما تقول ما تقولها إسماعيلي وقط وإنها لحق فأين رأيكم كان عنكم وقال موسى بن عقبة عن الزهري فكان رسول الله في تلك السنين يعرضون أفسر على القبائل ويكلموا كل شريف قوم الله أسألهم مع ذلك إلا نئوه ويمنعه ويقول لا أكره أحدا منكم على شيء من رضي منكم بالذي يدعوه إليه فذلك ومن كره لما أكره وإنما أريد أن تحرزوني مما يراد بي من القتل حتى أبلغ رسالة ربي ها أنا عندي فيما يراد أن تحرزوني مما يراد مما يراد بي من القتل حتى أبلغ رسالة ربي وحتى يقضي الله لي ولمن صحبني بما شافرم يقبله وأحد منه وما يأتي أحد وما يأتي أحدا من تلك الغبائل إلا قال قوم الرجل قوم الرجل أنهم بيها ترون أن رجلا يصلحنا قد أفساد قومه ولفضوه وكان ذلك مما ذخره الله إلى الصالح وأكرمهم به وقد روى الحافظ أبو نعيم من طريق أبد الله بن الأجل والأحي وإحياء بن سعيد الأموية كلاهما عن محمد بن ساب الكلب عن أبي صالح إلى آخر سعيد عن بن عباس عن العباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرى لي عندك ولا عند أخيك منع فهل أنت مخرجي إلى السوق غدا حتى تعرفني منازل قبائل الناس وكانت مجمع عرب قال فقلت هذه كندة ولفها وهي أفضل من يحج البيت ما معنى لفها هنا يقول ليست ما هو مكتوب ليست في الله هذه كندة ولفها وهي أفضل من يحج البيت من اليمن وهذه منازل بكر بن وائل وهذه منازل بني عامر من صعصعه فاختر لنفسه قال فبدأ بكندة فأتاهم فقال ممن القوم قال من أهل يمن قال من أي اليمن قال من كندة قال من أي كندة قال من بني عامر ابن معاوي قال فهل لكم إلى خير قال وما هو قال تشهدوا أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وتقديمنا الصلاة وتؤمنوا لما جاء من عند الله قال عبد الله بن الله جاء وحدثني أبي عن أشياء في قومي أنكندة قال لو انظفرت انظفرت تجعل لنا الملكة من بعد فقال رسول الله إن الملكة لله جعلوا حيث أشياء فقال لا حاجة لنا فيما جئتنا به وقال للكلبيت فقال واجئتنا لتصدنا عن آلهتنا وننابذ العرب الحق لقال فلا حاجة لنا بك فانصرف من عنده فتاة بكر ابن واحد فقال ممن قال بكر ابن واحد فقال من أي بكر ابن واحد قال من بني قيس ابن ثعل فقال كيف العدد قال أكثر من الثر قال فكيف المنع قال لا منع جاء ورنا فارس فنحن لا نمتنع منهم ولا نجير عليهم قال فتجعلون إلا عليكم منه وعقاكم حتى تنزلوا منازلا وتنكحوا نساهم وتستابدون أبناؤهم من تسبحوا الله ثلاثا وثلاثين وتحمدوا ثلاثا وثلاثين وتكبدوا أربعا وثلاثين قالوا ومن أنت قال أنا رسول الله ثم انطلق فلما ول عنه قال الكلبي وكان عمه أبو لهاب يزمع فيقول الناس لا تقبل قوله ثم مر أبو لهاب فقال هل تعرف هذا الرجل قال أم هذا في الدروة من نفع عن أي شيء تسألون فأخبروه بما دعاهم إليه وقال ويزعم أنه رسول الله قال ألا لا ترفع بقوله رأسا فإنه مجنون يهدي من أم رأسه قالوا قد رأينا ذلك حين ذكر من أمر فالس ما ذكر اللهم استعر قال الكلبي فأخبر عني عبد الرحمن العامري عن الشياخ من قومه قالوا أتانا رسول الله ونحن بسوق عكا قالوا من أين بني عامري من صعصاء قالوا من قالوا بن كعب بن ربيع قال كيف المنع كنا لا يرام ما قبلنا ولا يصطلأ بنارنا قال فقال له إني رسول الله واتيتكم لتمنعون حتى وبلغ ساعة ربي ولا أكره ولا أكره واحدا منكم على شيء قالوا يا عبد المطلب قالوا فإن أنت من عبد مناف قال هم أول من كذبني وضردني قالوا ولكننا لا نطردك ولا نؤمن بك وسنمنعك حتى تبلغ ساعة ربك قال فنزل إليهم والخوم يتسوقون إذا تاهم بيحارة بن فراس القشير فقال من هذا الرجل أراكم عنده وأنكره قال محمد عبد الله القرشي قال ما لكم وله قالوا ويزعموا لنا أنه رسول فطال لنا أن نمنعه حتى يبلغ رسالة ربه قال ماذا ردت مالي قالوا بالرحب والسعى نخرجك إلى بلادنا ونمنعك ما نمنع به أنفسنا قال بإحارة ما أعلم أحدا من أهل هذا السوق يرجع بشيء شر من شيء ترجعون به بدءا ثم لتنابد الناس وترميكم العرب عن قوس واحد قومه أعلم به لو آنسوا منه خيرا لكانوا أسعد الناس بها تأمدون يا رهيق قوم أطرده قوموا كذبوا اهتون وتنصرونه فبئس الرأي رأيتم ثم أقبل رسول الله فقالكم فالحق بقومك والله لو لا أنك عند قوم لا ضربت عنقه قال فقام الرسول الله بنا قاتب ركبها فغمز الخبيث بيحرة شاكلتها فقمصت برسول الله فألقته وعند ابن عامر يومئذ انضباعة ابن عامر ابن قرد كانت من النسوة وعند ابن عامر يومين ضباعة ابن عامر ابن قرد كانت من النسوة التي أسلمنا مع رسول الله بمكة جاءت زائرة إلى بني عمها فقالت يا ألا عامر ولا عامر لي أيصنع هذا برسول الله بين أطفركم لا يمنعه أحد منكم فقام ثلاثة نفر من بني عمها لا بحر وإثنين أعاناه فأخذ كل رجل منهم رجلا فجلد به الأرض ثم جلس على صدره ثم على وجوه من أطمن فقال رسول الله رسول الله بمكة اللهم بارك على هؤلاء وعن هؤلاء قال فأسلم الثلاثة الذين نصروا وقتلوا شهداء وهم غطيف وغطفان ابن أسهل وعروة أو عذرة ابن عبد الله ابن سلمة رضي الله عنه وقد روى هذا الحديث بتمامه الحافظ صعيد بن يحيي بن سعيد الأموي في مغازي عن أبيه به وهالك الاخر وقال أسبوع الماضي بس ما له طيب أنتم تقولون وصلنا هنا أنا ما شايفت الوصول لا لأنه هو شسمه الظهر يلينا هنا وصلنا لأن الكتاب المشكلة لا أعرف لأن ما عندي الكتاب عندي الجوار بالكتاب أنا أنا متذكر أننا قرأينا أنا أنا متذكر أننا قرأينا الأشياء هذه متذكرها بس قلت أنتم شفتوا لهذه بأ ولا متذكرها فعلا قرأينا وقد روى الله خير وقد روى هذا الحديث بتمام الحافظ سيد بن يحيا بن سيدنا وفي مغازي عن أبي بوالك الآخرون لأنا وهم بيحارض بن فراس وحزن بن عبد الله وزن سلامة بن قشير ومعاوه بن عبادة أحد بني عقيل لعنهم الله لعن كثير وهذا ثلاغ غريب كذبناه لغرابته والله أعلم وقد روى ابو نعيم له شاهد من حديث كعبين بارك في قصة عامل مساء الصلاة وقبيح لحاجة أبي طالب قال لما أمر رسول الله أن يعرض لما أمر الله رسول الله أن يعرض نفسه على قبال العرب وقرجو أنا معه وابو بكر لامنا حتى دفعنا إلى مجلس المجال سأرى فتقدموا بكر رضي الله عنه وسلم وكان ابو بكر مقدم بكل خير وكان رجلا نسابة فقال ممن قالوا من ربيعة قالوا وَأي ربيعة أنتم أنتم من أنتم أمن هامها أم من لهازمها قالوا بل من هامتها لعبو بكر فأي هامتها لعبو بكر فقالوا ذهل الأكبر قال لهم أبو بكر منكم عوف الذي كان قال لهم لا حر بوادي عوف قالوا لا قال فمنكم بسطام بن قيس بن مسعود أبو اللواء ومنتهى الأحياء قالوا لا قالها منكم حوف زاني بن الشري قالت قاتل الملك وسأر بها أنفسها قالوا لا قال فمنكم جساس بن مرة ذهل حامد ذمار أمان الجار قالوا لا قال فمنكم المزدرب صاحب الإمامة هذا ما قرناه صاحب الإمامة الفردة قالوا لا قال فأنتم أخوال الملك من كنت قالوا لا قال فأنتم أصحار الملوك من لخم قالوا لا فقال أمو بكر رضي الله عنه فلستم بذهل الأكبر بل أنتم ذهل الأصار قال فوثب إليه من غلام ودعى الداخ فالبن حمط الذهل حتى بقل وجهه فأخذ بزماء من ناقة ببكر ويقول إن على سائلنا أن نسأله والعبء لا نعرف أو نحمله يا هذا إنك سأتنا واخبرناك ولم نكتمك شيئا ونحن نريد أن نسألك فمن أنت قال رجل من قريش فقال غلام بخن بخ أهل السعودة والرئاسة قادمة العربي وهدأتها فمن أنت من قريش فقال رجل من بنيتين بن أمر فقال غلام أمكنت والله والرامي من سواد الثفرة أفمنكم قصي بن كلاب الذي قتل مكة المتغلبين عليها وأجلى بقيتهم وجمع قوم من كل أوب حتى وطاهم مكة ثم استولع الدار ونزل قريشا منازلها ثم استولع الدار ونزل قريشا منازلها فسمته العربي ذلك مجمعا وفيه يقول أليس أبوه كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري فقال أبو بكر لا قال فمنكم عبد مناف الذي تهت ليه الوصائي وبلغ طاري في السادة فقال أبو بكر قال فمنكم عمرو بن عبد مناف هاشم ابن عبد مناف هاشم الذي هشم الثريد لقومه وهل مكة وأهل مكة مسنتون ففيه يقول الشاعر عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجابوا سنوا إليه الرحلتين كليهما عند الشتاء ورحلة الرضياء كان قريش بيضاتهم فتق القلت فالمخ فالمخ هذه لا فالمح فالمح خالص لعبد منافي الرائشين وليس فيعرف رائش والقائلين هلما للأضياف والضالبين الكبش يبرق بيضه والمانعين البيض بالأسياف والبيض بالأسياف لله درك لو نزلت نزلت بدارهم منعوك من أزل أو من خار فقال أبو بكر الله قال فمنكم عبد المطالب شيبة الحمد وصاحب لير بك ومطعم طير السماء والوحوش والسباعي الذي كان وجهه خمر تلاله وليس الظلم قال لا قال أف من أهل الإفاضة أنت قال لا قال أف من أهل حجابة أنت قال لا قال أف من أهل الندوة أنت قال لا ثم ثم جده بكر رضي الله من زمام لها قطي من يدي فقال الورغام صادف در السيدر أن يدفعه يهيضه حينا وحينا يصدعه ثم قال ما والله يا أخ قريش لو ثبت يا أخ قريش لو ثبت لخبرتك أنك من زمعات قريش ولست من الذوائب قال فأقبل رسول الله يتبسم قال علي فقلت له يا أبا بكر لقد وقعت من العربي على باقيات فقال أجل يا أبا الحسن إنه ليس من طامة إلا وفوقها طامة والبلاء موكل بالقول تقربي عليه ولا يلا طيب طيب قال هل تحينا إلى مجلس علي السكينة والوقار علي السكينة والوقار وإذا مشايخ لكم أقدار وهيئات فتقدم أبو بكر فسلم قال علي وكان أبو بكر مقدما في كل خير فقال لهم أبو بكر وإما القوم فأنتم تلاحظون لما الرسول صلى يجي يعرض نفس على القبائل في نقطة لو تلاحظون أغلبهم أو كثير منهم يسألون يقولون تملكنا بعدك فهو يرفض يعني هم يعني في في موضوع يعني موضوع الموضوع هذه رسالة لهم إنه والله الموضوع ما هو موضوع ملك ولا موضوع يعني الدول ولا دولة لا الموضوع موضوع رسالة فسبحان الله يعني هذا تلاحظ يعني موجود في كثير من القبائل لاحظ هذا الشيء مكرر ورساله سبحان الله لو إنه حدد يعني قبل أنا داما أفكر يعني ليش رسالة ما حدد قال حلص أنا بعدي يمسك يتولى الأمور أبو بكر ليش ما صرح فلو تلاحظ أنه لو صرح كان الموضوع هذا صار يعني له موضوع التوريف موضوع من هكذا تصير يعني موضوع ملك ما هو نبي طيب نكمل يتوقع يقال ثم انتهينا إلى مجلس عليه السكينة والوقار إذا مشايخ لهم أقدار وحيئات فتقدموا بكر فسلم قال علي وكان موكر مقدم بكل خير فقال لهم بكر ممن القوم قالوا بني شيبان بن فعلبة فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي ليس بعد هؤلاء من عز في قوم وفي رواية ليس وراء هؤلاء عذر من قومهم وهؤلاء غرر في قومهم وهؤلاء غرر الناس وكان في القوم مفروق وكان في القوم مفروق وكان في القوم مفروق ابن عمر وكان مفروق ابن عمر قد غلب عليهم بيانا ولسانا وكانت له غديرتان تسقط على صدره فكان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر فقال له أبي بكر كيف العدد فيكم فقال له إنا لنزيد على ألف ولن تغلب ألف من كله فقال له فكيف المناعة فيكم فقال علينا الجهد ولكل قوم جد فقال أبو بكر فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم قال مفروق أنا أشد ما نكون لقاء حين نغضب وإنا لنؤثر الجيادة على الأولاد والسلاح على اللقاح والنصر من عند الله يديلنا مرة ويديل علينا أخرى لعلك أخو قريش فقال أبو بكر إن كان بلغكم أنه رسول الله صلى الله وسلم فهذا هو فقال مفروق على أنب الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق والله هو الغني الحميد قال له تتتقلون مكتوب عندي تعقلون ماذا عندي قابا تتقون هنا تتقون طيب ما هو مشكلة أنا أقرأ من الجوال لأن هذه النسخة في الجوال طيب نتأكد منها بس؟ هل هناك أحد يكتر يتأكد منها؟ هذه الثورة للنساء هي لعلك تتقون لي بلا نعاة لآخر الآيات تتقون ايه ايه خلاص أجل الله